أنا هقول لك الخبرة لأنك تريد أن أقوله النهاردة النهاردة في تمارين نادي الأهلي حصل حاجة بتحصل كتير يا كابتر عشان برضو ما نكبرهاش يعني حصل حاجة أنه كان فيه تدخل بين ياسر إبراهيم وليد سليمان في التمرين والاتنين شدوا مع بعض شويتين تلاتة تدخل الكابتر سامي أمصان وهدى الاتنين بس الاتنين حتى هذه اللحظة ما صلحوش بس هيتصلحوا طبعا اسمين محترمين اسم كبير جداً الكابتر وليد سليمان طبعا وياسر إبراهيم لعب مهزب ومحترب شد التمرينة أنا أقول لحرككم الخبر هي شد التمرينة عادية بتحصل كتير يا كابتر أول 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 عشان أحيان بس الناس يقول لك أه كالحق كريم قال إنهم ما تخلوا موادها ما خلوا مش أنت اللي قلت يعني أه أنا قلت أه أنا قلت أه أنا قلت كلام ده بيحصل كل يوم أيوة كل يوم في التمرين عارب أنا أنا قلت الخبر ده وإنت معي عشان أنت تقولك أه يعني بص الخبر ده بيحصل كل يوم في التمرين إن اتنين يخشوا على بعض جامد بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة حد يحتكب حد فيزعاوه مع بعض ويزعاوه مع بعض ويتخلقوا ما هو ده يزوق ده وأول ما بتطلع بره الملعب وتقعوا يخش قط اللبس حبايب ويحضنوا بعض ويبصوا بعض وده الطبيعي هي دي كورة وأنت ليه في وقت من الأوقات بتشوف زميلك بيتزحلق هناك فواحد بيرقصه فبتروح أنت تخش عليه عشان تاخدوا الكورة منه وبص لو قدت طلط تاكل رجل الرجل بيرقصه ليه عشان أنت واقعد مع زميلك وواكل وشارب ونايم معاه زيه زي أخوك أنت بتشوف زميلك أكتر من أبوك وهمك دي حقيقة فمهما حصل وأنا جيت في الملعب وتخنايت مع زميلي ده شيء طبيعي ليه؟ لأن أنا عايزة أتمرن كويس عشان نلعب وهو عايزة أتمرن كويس عشان يلعب فمش مشكلة أن أنا تخبط فيك فقلت لك آه يا أخي لعب جميل شوي إيه قصدي إلعب براحة شوي على رجل فأنت هتقول إيه؟ لا مش هلعب ورين هتعمل إيه كده تبقى كده بيحصل عادي جدا جدا يا جماعة